شاهدين ندراتي نسيب حضراتكم مع موجز التاسعة صباحاً ودينا شرفة فضل يدينا شكراً لك أحمد التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين والقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي شملت الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وأصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم التي ستساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة لتتيح سهولة انتقال المواطنين كما تفقد الرئيس السيسي أعمال إنشاء محور حصب الله كفراوي والمحاورة المحيطة به والذي يربط بين جنوب القاهرة بمنطقة المعادي مروراً بالطريقة الدائرية ومحور الشهيد ووصولاً لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة بما يساعد على تخفيف الأعباء المرورية عن الطريق الدائري وأقام الرئيس السيسي بريط مئناني من العاملين في المواقع المختلفة على سهير العمل في ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة وجه وزير التنمية المحلية هشام أمنى برفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة واتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الجهزية والقدرة على مواجهة أي ظروف طارئة كما تم تكليف السادة المحافظين بتشكيل لجن المرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة ومخرات السيول والسدود والترع والمصارف ومتابعة حالتها والتأكد من جهزيتها وتطهير جميع بلعات الصرف أعلنت وزارة الخارجية والدفاع الأمريكيتان أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين أن المساعدة تأتي في إعقاب الهجمات الصاروخية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا هذا وأوضح البنتاجون أن هذه الحزمة الأحدث من المساعدات تتضمن المزيد من الذخاء لمنظومة رجمات السواريخ هاي مارس وتشمل الحزمة أيضا أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ خارم المضادة للإشاعات والرادارات ومركبات عسكرية ومعدات طبية وترفع هذه المساعدة قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا لتصل إلى 18.3 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي استمرار حالة الطوارئ في البلاد بسبب الفيضانات الشديدة التي ضربت مناطق من جنوب شرقي أستراليا هذا وأطلق مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات طارئة في تلك المناطق بعد أن أثرت الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة التي استمرت أيام على ثلاث ولايات واستمر سريان التحذيرات من الفيضانات في مناطق واسعة من ولايتي فيكتوريا وجنوب نيو ساوث والمناطق الشمالية من ولاية تيسمانيا بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية إلى طول أمطار غزيرة على جنوب شرقي البلاد كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة تواجه انتشار ما لا يقل عن سبع سلولات مختلفة من متحور أوميكرون على صلة بفيروس كورونا مع اقتراب فصل الشتاء وذكرت وسائل العالم الأمريكية أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي يتوقع فيه مسؤول الصحة الأمريكيون موجة أخرى من العدوى ومن جانبها أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أوميكرون بدأ يفقد بعض الأهمية أمام سلالات الأخرى من الفيروس على الرغم من أنه لا يزال منتشرا في الولايات المتحدة سجلت الصين 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت لجنة الصحة الوطنية أن من بين حالات الإصابة 361 إصابة مصحوبة بأعراض و1003 بلا أعراض وسجلت العاصمة الصينية بكين 14 إصابة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات بلا أعراض هذا وبلغ عدد الإصابات الإجمالية في الصين 255.529 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض بينما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226 ورياضيا يلتقي نادي الأهل مساء اليوم مع النادي الكويتي في نهاية البطولة العربية للأندية لكرة السلة الرابعة وثلاثين المقامة حاليا بالكويت وكان النادي الأهل قد تغلب على نادي كاظم الكويتي في المباراة قبل النهائية مقابل 95.91 هذا وانطلقت البطولة العربية للأندية لكرة السلة في الرابع من شهر أكتوبر الحالي وضمت 16 ناديا عربيا من بينها فريق الأهل والاتحاد السكندرية الذي اخرج من البطولة في دورة الثمانية ختم مجاز التاسعة فاصل ونوض لحظاتكم الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر